وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أعلنت أنه تم فحص 38.692.000 مواطن في 27 محافظة خلال المراحل الثلاثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وده للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السريع وأكدت أن الدولة بتستهدف مسح كافة المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته وأضافت الدكتورة هالة زايد أنه تم بالانتهاء من مسح 7.783.000 مواطن بالمحافظات السبعة بالمرحلة الثلاثة للمبادرة وده منذ امتلاقها في الأول من مارس الجاري وحتى الآن كمان أوضحت أن المرحلة دي شهدت إقبال كثيف من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات تخطى نسبة بجميع المشارفات